كل أب وكل أم كل معلم ومعلمة وكل مربي ومربية يريد أن يخرج جيل مختلف ويصنع أثر حقيقي له بعد أن يغادر هذه الدنيا الأباء والأمهات تحديدا كثيرا ما تكثر أسئلتهم ونقاشاتهم وحواراتهم حول ماذا يمكن أن نقدم لأبنائنا عندما يصبح لديهم وقت فراغ طويل الشكاوة تظهر على الساحة التساؤلات تظهر على الساحة حديث كبير جدا عن مثل ما يقال التسنامي الوقت الذي يحصل فالليل نهار والنهار ليل سهر إلى آخر الليل طوال النهار نوم غياب الهدف غياب الطموح أحيانا الإلحاح بالمطالبات بقضايا لا تريدها الأسرة أحيانا أيضا فكثير من التحديات تحصل عندما يوجد الوقت وأتذكر جيدا وأنت تذكر معي أخي محمد بأن الفراغ قضية كما يقال سلاح ذو حدين إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة فمتى ما وجد الفراغ دون أن يستغل بشكل صحيح كان ضارا بكل ما تعني الكليب وبالمقابل عندما يكون أمامي فراغ أو أمامي وقت إن صح التعبير وملأت هذا الوقت بما يعود علينا بالنفع والفائدة كان هو أفضل عدة وعتاد الانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من قمة إلى أخرى هنا ربما تكون أو تكمن الإجابة على سؤالك نحن أمام إجازة طويلة هذه الإجازة من المفترض أن كثير من الأبناء والبنات خرجوا من أعباء الدراسة وخرجوا أيضا من ظروف السنة الاستثنائية الماضية التي هي ظروف كورونا وغيرها وبالتالي الآن يريد أن يتنفسوا الصعداء كما يمكن أن يقال فلا يريدوا أن يلتزموا بجداول ولا ببرامج والكثير منهم يريد أن يعيش حياة مفتوحة إن صح التعبير فيخضع هذا الأمر تحدي كبير جدا للأبا والأمهات وبالتالي الحديث عن بناء القيم في الإجازة الصيفية بطور ابتكارية وأساليب نوعية أعتقد أنه حديث الساعة تماما الأهم من هذا كله أن هذه الإجازة الطويلة تعطيني مساحة لكي أنفذ برنامج قيمي مكتمل كنا في السابق أخي محمد عندما نريد أن ننفذ برنامج قيمي في إجازة مثلا مدتها ستة أسابيع أو شهرية ما يكون عندك ذلك الوقت الكافي صحيح صحيح وبالتالي ربما أنفذ جزء من البرنامج ولا أتمكن من إكماله فما أستطيع أن أقيس نتائج البرنامج أو أصل إلى آخر مخرج أو منتج من البرنامج اليوم أنا أمام فرصة و فرصة طويلة حقيقة البعض ينظر إليه على أنها أتعبة و مزعجة و يليتم يقصروها شوي و ليتم يريحون شوي من الأولاد يعني أذكر هذا كانت نداءات الأباء و الأمات عندما كانت يعني السنة الماضية سنة الكورونا إن صح التعبير كانوا يقولوا يا أخي شيلوهم من عندنا على الأبناء و البنات لأنهم يشعروا بالتحدي في قضية الإشراف على فعاليات الإبن و البنت داخل البيت من هنا أنا أعتقد بأننا الفرصة واعدة و سانحة و أيضا متى ما استطعنا أن نتفنن في الأساليب و الطرق و نضع خارط الطريق حقيقية سنخرج بنا الله تعالى بمنتج غيب مختلف نعم رسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ إذا اجتمعت الصحة و الفراغ و خصوصا في الأبناء غالبا عندهم صحة و عندهم الآن وقت فراغ طويل إذا وضعت الأهداف بعناية إذا كان الإشراف من الأب و الأم و الأولياء الأمور و كذا ستكون نتائج نتائج رائعة جدا و خصوصا بعد يعني بعد انقطاع هذه المدة و ترتيبها بالترتيب الأمثل صحيح